بداية حياتي الإمام علي يبدأ بالأساطير يبدأ بترديد الأساطير ودون أن يتوقف عندها ودون أن يفكر فيها لماذا أنا أبحث هذا الموضوع؟ لأن هذا يشكل يعني مادة رئيسية في الثقافة الشيعية الحالية أنه الناس يقرؤون الكتاب ويأخذون كل ما موجود بكتاب الشريف الرضي يكاتب هذا الكتاب هذا بدون مناقش يأخذه حتى العلماء أملاتنا ما يناقشون القصص الموجودة فيه باعتبارها قصص تاريخية وقصص كذا ولكنها تصير خطبها على المنابر يمكن أن يحشون بها دعم أن يرددونها القصص هذه وهي لازم واحد شوية يعني خاصة المدرسة الأصولية لازم شوية تحقق تدكك يعني تتعلق على القصص عندما نطبع هذا الكتاب نحاول شوية نعلق على القصص صحيحة أو مصحيحة ما هو السند ما هو كذا مو نغرف نغرف بال أي شيء بهذا الكتاب ونعتبره كتاب مقدس وكتاب مهم وبالتالي خلص بدون مناقشه يجب أن نتعلم يعني مع تقديرنا وتعظيمنا لشريف المرتضى ولكن كتاب جدا يعني أخباري وسطوري جدا وحاول يصنع شخصية سطورية الإمام علي عليه السلام الإمام علي مو بحاجة لهذا الشيء الإمام علي عظيم بحد ذاته بعدله بسياسته برؤاه بعقيدته بمبادئه الأخلاقية عظيم بهذه الأشياء ليس بهذه الأمور التي يذكرها الشريف الرظيم ولكنه يبدو سلاح في المعركة كانت ضد العباسيين أنه يأسطر الإمام علي وهذه عادة قديمة يعني وحديثة أيضا حتى الآن دائما إحنا شخصياتنا نحاول نأسطرها نجيب خرافات وقصص ونصور إحنا دين عظم الشخص لا هذا متعظيم هذا تنزيل من حقه وهذا نصير مضحكة أمام الناس لو سنشوفوا الآن أقرؤوا الكتاب وشوفوا شنو كاتب بالكتاب أول شي يبدأ من ولادة قبل ولادة النبي بعشر سنين قبل ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعشر سنين تبدأ الأسطورة تتحدث وهي أنه أبو طالب يقول لزوجته عند ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما ولد النبي فهو أبو طالب شعر من هذا نبي منين شعر ما أعرف وقال لزوجته اصبري سبتا يعني 30 سنة يقصدون بالسبت اصبري سبتا أنك بمثله ستلدينا بمثله إلا النبوة بس هذا ما راح يصننب 처ب مثل النبي بس ما راح يصننب ومن يقوله كلام هذا هذا طبعا طبعا صبح 64 مالتين يذكر أبو طالب يقول لزوجته بعد أي خبر ماكو عن الإسلام وعن النبي محمد بعد استوى مولود والنبي محمد ما كان يعرف سير النبي إلا في سنة أربعين أمره كان أربعين اللقود نزل عليها الوحي شلون أبو طالب قبل خمسين سنة من النبوة هو شنو عنده وحي نزل عليها ولا كان النبي هو وكيف يعني أول واحد شوين يفكر بموضوع يشوف هذا الكلام مو معقول شلون مرع الشريف الرضي وعبرا والآن يعبر أدنى الناس الأخباريين يأخذوا هالكصص ويروجوها زين يجي على سامة مثلا نص على الإمام علي كان موضوع جداعل منقاش بين الشيعة بين الزيدية وبين الفصائل الشيعة الأخرى وبين عامة المسلمين أنه حديث الغدير مثلا أو حديث بفضل الإمام علي هل كانت تعني الخلافة والإمامة أم كانت تشير إلى فضل الإمام علي كان في نقاش وهذا موجود في كتب الكلام هو يجي يحدد موقف مختصر وبدون إسناده وبدون أي شيء وده يدرس للطلبة يعني لو قايل شعر مثلا لو قايل مثلا فتكلام عام ممكن نعبره بس ده يدرس طلب ده يبني ثقافة معينة ثقافة دينية مذهبية سياسية يقول صبح 41 مما يدل على إمامة الإمام علي أن الشيعة جماعة كثيرة شيعة كثيرين الآن وهم ينقلون نقلا متصلا متواترا نقلا متصلا متواترا هنا يجب أن يتوقف أي تواتر هذا اللي في موضوع في نقاش وفي بحث وفي تشكيك وفي كذا وفي رفض ما يسمي هذا المتواتر يسميه حديث قول حديث صحيح حسب نظرك بس ما تقول متصل متواتر لم يكن متصلا ولا متواترا لأنه في تناقض أن النبي ما هو الحديث المتصل المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان استخلف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على أمته بعد وفاته وفرض طاعته في أمر الدين كله وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ظاهرا مكشوفا يعني شيء مو كان سري ولا حديث عابر لا شيء كل المسلمين يعرفوه فوجب قبول هذا الخبر المن ويقينا بدون النقاش خلص هذا الموضوع انتهينا من عنده وهذا أول كلام أول النقاش ما يمكن نحنا نقبل هكذا الأمور وهذا وين في القرن الرابع ليثبت أن أمور كانت محل جدل ونقاش وبحث بس العقل الأسطوري هو العقل الأسطوري يصير يقبل كل شيء بدون نقاش يعني يريد أن يؤمن بهذا الشيء فيؤمن بهذه الأشياء بدون نقاش وشوفوا شون يجيب قصص وأخبار ما زال الله بها من السلطان عجيبة غريبة مثلاً أن النبي يوحي للإمام علي أو يوصي للإمام علي بعد موتي بعد ما مات النبي هم قام يتكلم مع الإمام علي مو فقط في حياته عين ظاهراً وخليفة وكذا لا حتى بعد وفاتي قال إمام علي أوصاني رسول الله فقال يا علي إذا أنا مت فغسلني وكفني وكذا فإذا فرغت من مهادي فضع سمعك على فمي في القبر يعني ثم أعقل ما أقول لك اسم أفهم قال ففعلت ما أمرني صلى الله عليه وسلم فحدثني بما هو كائن إلى يوم القيامة صفحة خمسة خمسة نجيب هاي القصة زي النبي ما كان في حياتي ليش ما حدث لي ما معي ليش بعد ما مات يقول له بالقبر تعال أنا أحكي إياك بالقبر أتكلم إياك معقولة النبي مات بعد ما يتكلم بعد بشن معنى مات يعني بعد ما يتكلم ما يسمع ولا كان صار حي ما يسمو ميت هذا شفون الفرق بين الحياة والموت الحياة أنه تتكلم وتسمع وتتفاعل مع الناس الموت يعني خلص موت مات بس هذا العقل الأسطوري ومحاولة أسطرت الإمام علي شخصية الإمام علي فالشريف الرضي يقول أنه حدثني وبعد شنو حدثني بما هو كائن إلى يوم القيامة شراحة شي منها للدنيا إلى يوم القيامة إهاية تحتاج لها مئات السنين حتى يخبرها هو مو لحظات شلون بلحظات يخبرها؟ يعني شوية واحد يفكر بالموضوع شو هذا كلام ما لأصل ومنه الراوي بدون سنة يجيب قصص ويروي وبعد النبي شلون يعني من دلة إمامة الإمام علي النبي يدفن أم الإمام علي ويلقنها الشهادة الثالثة في القبر يقول اتجعت في قبرها وانكببت عليها فلقنتها ما تسأل عنه فإنها سئلت عن ربها فقالت الله ربي وسئلت عن رسولها فإجابت محمد نبي وسئلت عن وليها وإمامها فارتج عليها ما قدرت متعرف منه الإمام مالها ما عرفت فقلت لها ابنك وابنكي إمام علي يروي رواية يعني هو شلون يعني تحدث مع أمه وقالها ابنك الإمام مالتيك هذا عن أصول الكافي ينقل هذا صبح 453 جزء الأول هو ينقله في كتابه صبح 66 وأيضا طبعا يذكر أن النبي عندما عين الإمام علي فأمر الصحابة بالسلام على علي بإمرة المؤمنين فقال عمر يا رسول الله أمن الله أمن رسول الله من عندك يا عندك السوية ولا من الله فقال صلى الله عليه وسلم بل من الله ورسوله صفحة 67 وكل مع كل ذلك يقول النبي عين الإمام علي خليفة من بعده ولكن النبي وصى وصى الإمام علي قال لي يا أخي إن القوم سيشغلهم عني ما يريدون من عرض الدنيا وهم عليه قادرون فلا يشغلك عني ما شغلهم أنت خليك تفني وغسني وكذا عيف السياسة عيف السقيفة فإنما مثلك في الأمة مثل الكعبة نصبها الله تعالى علما إلى أن يقول فإذا قبضت وفرعت من جميع ما وصيتك به وغيبتني في قبري فالزم بيتك واجمع القرآن على تأليفه والفرائضة والأحكام على تنزيله وعليك بالصبر على ما ينزل به منهم حتى تقدم عليه أنت خلص أسكت أسبر طب وين وصيت النبي إذا هو عينه وقال له تعالى سالخليفة وقال له روح قاتل وروح أخذ الدور الإلهي اللي يجب أن يكمل النبوة إذا كان صحيح فلماذا النبي يقول له أسكت وبعلك فيهم وروح وبعد بيتك واجمع القرآن واجمع الأحكام والفرائض صبح 73 هذا هذا الحديث في حياة النبي وبعد ما انتهينا يقول أنه صار جدال مع الجماعة اللي مخالفين يوم عليه وبالتالي قالهم تعال نحتكم إلى رسول الله قال رسول الله ميت شلون نحتكم إليه هاي قصة موجودة في الكتب قال له شلون نحتكم للنبي وكذا النبي مات قال له لا ما مات نبي سأشوف تعال ورا الحائط ورا الجدار وإذا النبي قدامهم موجود والنبي قال له اسمع اسمع اللي علي بنبي طالب فشنو فقال الصحابي أما عرفتو أما عرفتو سحر بني هاشم قال انته سوى السحر علي وهي النبي مات شون طلعتها برة ثانية من القبر حتى يحشوا إيانا يعني هذا فعلا أي واحد يقصى الآن تحدث واحد ميت ويقول له فلان طلع وإجا وحشوا إيانا وحكى مبيناتنا يقول له إنته قاعد تضحك علينا ولا تساح ليش إمام علي شنو حاشت له هالشي إذا هو عنده دليل وقاطع والأم وكلها تعرف ليش شنو ندعي لهالكلام هذا صباحة ساعة وخمسين لذكر للكصة هالشي